جمعية الوفاق الحركة المعارضة الشيعية الرئيسية في البحرين نظمت أمس الجمعة مهرجانا سياسيا حاشدا قرب العاصمة المنامة شارك فيه عشرة الآلاف الأمين العام لجمعية الوفاق علي سلمان طلب بإصلاح جدري ديمقراطية تمثل في حكومة منتخبة بإرادة شعبية ومجلس منتخب وقضاء مستقل جمعية الوفاق أكدت على أنها تبحث الانسحاب من الحوار الوطني وأن قرارا بهذا الشأن سيصدر الأحد المقبل وكانت المعارضة الشيعية قد شاركت بتحفظ وتشاؤم على حد قولها في الحوار الوطني الذي بدأ في الثاني من هذا الشهر في مملكة البحرين بمبادرة من السلطة